موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي اطلع على الجهود المبذولة لحشد الدعم والتعاون الاقتصادي بما يساعد الحكومة على تجاوز الأزمة الاقتصادية وشدد الفريق محسن على بذل المزيد من التواصل والتنسيق مع الدول الشريقة والصديقة على كافة المستويات والاستفادة من الخطط والبرامج للتعاون الاقتصادي مع الدول والتكتلات الاقتصادية والمنظمات الدولية والوكالات والمؤسسات المتخصصة واكد ان الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشيرة الركن عبد الرب منصور هادي تولي التخطيط والتعاون الدولي اهتماما كبيرا وحريصة على جلب الدعم من مختلف المصادر بما من شأنه تخفيف المعاناة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على ابناء الشعب اليمني وعبر نائب رئيس الجمهورية عن الشكر والتغدير لغيادة المملكة العربية السعودية ولكل الاشقاء والاصدقاء الدعمين لليمن والحكومة الشرعية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والامنية وقدم الوزير السعدي تقريرا عن زيارته الخارجية لعدد من الدول وما تحقق من نتائج إيجابية لجلب الدعم ودفع هذه الدول للوفاء بالتزاماتها بما يغطي الاحتياجات الضرورية للمشاريع الممولة التغى نائب رئيس الجمهورية نائب القاد الأعلى القوات المسلحة الفريغ الركن علي محسن صالح اليوم الأحد التغى رئيس هيئة الأركال العامة الفريغ الركن بحري عبدالله النخعي لإطلاع على المسجدات الميدانية وبحث جهود وخطط تفعيل المؤسسة العسكرية وأكد نائب الرئيس أن المعركة الوطنية التي يخوضها ابناء الشعب اليمني وفي المقدمة منهم أبطال الجيش الوطني وبدعم التحالف وما يسطرونه من ملاحم خالدة في شتى الجبهات وما تتطلبه هذه الظروف من شحد للهمم ومضاعف الجهود والتقدم بإصرار وصبر لاستكبال التحرير وتحقيق حلم اليمنيين بوطن آمن مستقر خالد من ميليشيا العنف وجماعات الإرهاب وشاد بالجهود التي بذلها النخعي والأداء المتميز له في مختلف المناصب العسكرية التي تقلدها مؤكدا دعم القيادة السياسية بقيادته فخامة الرئيسة المشير الركر عبد الربى منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمامه ومتابعته لأوضاع الميدانية ولسير العمليات العسكرية وأحوال المقاتلين الأبطال وثمن نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم الأخوية لقضية اليمنيين ومعركتهم المصيرية في الدفاع عن الهوية من الميليشيا الكهنوتية المدعومة من إيران مجددا التأكيد على مبدأ السلام الدائم القائم على المرجعيات الثلاثة باعتباره الضامن لأمن اليمن والمنطقة وأشار إلى الاعتداءات التي نفذتها الميليشيا بحق المؤسسة العسكرية وكوادرها وبنيتها التحتية واستغلالها لقتل اليمنيين وتنفيذ مخططات الحوس الإرهابية بحق اليمن والأشقاء والمصالح الإقليمية والدولية ومن جانبه عبر الفريق النخعي عن تقديره لاهتمام ومتابعة الغيادة السياسية مؤكدا بأنه لن يألو جهدا في تنفيذ ما أوكل إليه في هذه المرحلة الصعبة والتي يسكب فيها أو يسكب فيها أبطال الجيش وأحرار اليمن مع أشقاءهم في التحالف دماءهم الطاهرة لأجل تحرير اليمن وحماية أهداف التورة والجمهورية حضر اللقاء الملحق العسكري بسفارة اليمن في الرياض العميد الركن يحيى الوعيل تلقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد برقية تهنئة من نظيره الأوكراني فولوديمير جورسمان بمناسبة نيله الثقة وتوليه رأسة الحكومة متمنيا له لحكومته النجاح والتوفيق في مهامهم وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء وبعث رئيس الوزراء ببرقية شكر جوابية لنظيره الأوكراني استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد في العاصمة المواقعة عدن الرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانس روخشنتاين والوفد المرافق له وبحث في اللقاء الذي حضره كارمين شاريثة الرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن والرئيس السابق للجنة في عدن كارلوس باتايس الأوضاع الإنسانية في كافة المدن اليمنية وقدم الوفد لرئيس الوزراء لمحة عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فيما يخص حماية المدنيين وحل مشاكل المياه وتقديم الأدوية للأمراض المزمنة وأعرب وفد اللجنة الدولية عن عمله في أن يحل السلام باليمن في أقرب وقت وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على دعم الحكومة لكل مهام الصليب الأحمر بما من شأنه إنجاح مهامها في خدمة المتضررين من الحرب وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على سلامة المدنيين في كل مناطق اليمن وخاصة في المناطق التي يحتدم فيها القتال وقال رئيس الوزراء إن السلامة وحماية المدنيين هو الخيار الأول لشرعية بغيادة فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية وطالب رئيس الوزراء من اللجنة الدولية لصليب الأحمر الضغط على ميليشيا الحوث المدعومة من إيران بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قصرا وعدم الصمت على جرائم الميليشيا في الحديدة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية وتقوم بتحويل المستشفيات والأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية أشهد وزير الخارقية خالد اليماني بعلاقة الصداقة التاريخية بين اليمن والصين والتي تعتبر نموذج للعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمصارح المشتركة كذلك خلال لقائه مع السفير الصيني لدى اليمن كان جونج من جانبه أكد السفير الصيني اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الثنائية مع اليمن مؤكدا دعم الصين للحكومة اليمنية وللحل السياسي ومساهمتها في جهود الغاثة في اليمن ناغش وزير الخارقية خالد اليماني مع مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن سباستيان تريفيس السبل الكفيلة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن والأليات الأنجع لتحقيق أهدافها والوصول إلى المحتاجين في كافة المناطق دون عوائق وأكد اليمن اهتمام الحكومة وتعاونها الكامل مع كافة الجهود التي تبذلها المنظمات العاملة في المجال الإنساني مشيرا إلى أهمية العمل في المجال الإنساني وفق مسارين متوازيين هما مسار الإغاثة وتقديم المعونات الإنسانية والمسار التنموي والاقتصادي ولفت إلى ما تمارسه مليشي الحوث الإنقلابية من سلوكيات غير أخلاقية في عرق التي وصول تلك المساعدات ونهبها والتي كان آخرها نهب مستوضعات الإغاثة الإنسانية في محافظة الحديدة ومن جانبه عبر تريفيس عن شكره للتعاون الذي تبديه الحكومة اليمنية مع المنظمات العاملة في المجال الإنساني ناغش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري بالعاصمة المؤقتة عدن مع محافظ لاحية اللواء الركن أحمد عبدالله تركي لأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظة والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتطبيع الأوضاع واستعرض المحافظة الأوضاع في لاحية وما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات رغم شحة الإمكانيات فيما أكد الوزير الميسري على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظة ومواصلة متابعة وملاحقة من تبقى من العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون دانت وزارة حقوق الإنسان ممارسات وجرائم ميليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في مدينة الحديدة واستخدامها للأهالي دروعا بشرية وقال بيان صادر عن الوزارة أصلت كالث الأنباء اليمنية السبا على نسخة منه إنها قيام ميليشي الحوثي بالتمركز على أسطح منازل المواطنين واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكزا وثكناتا لأعمالهم العسكرية يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع وأكد البيان أن الوزارة تقوم بمتابعة وتفضيق الانتهاكات التي ترتكبها ميليشي الحوثي وقيمها بزق الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودا لحربها واستغربت وزارة حقوق الإنسان الصمت الطويل وتخاذ المكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن إدانة هذه التصرفات والقرائم المرتكبة من الميليشيا رغم دعوات الحكومة المستمرة للقيام بواجبهم الأخلاقي والمهني واتخاذ الإقراءات اللازمة تجاه هكذا ممارساتهم لكن عند الحديث يتم تحميلها جزافا كافة الأطراف وفيما شدد على التزام الحكومة اليمنية واحترام حلق قانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان قالت الوزارة أن الحكومة بعد استفاد كافة السبل لإغناع ميليشيا الحوتي من أجل تسليم المدينة التي يعاني أبنائها الأمرين قررت المنطي قدما في إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من جور وتعصف هذه الميليشيا التي حجبت عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها في السوق السوداء لتمول حربها وحملت الوزارة ميليشيا الحوتي مسؤولية سلامة وعمل المدنيين في مدينة الحديدة وتعريض حياتهم للخطر وقددت تأكيد الحكومة في اتخاذ جميع الإحتياطات وتدابير اللازمة من قبلها لتجنب إصابة المدنيين بما فيها فتح طريق الجهة الشمالية طريق الشام بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا لغاثة عبد الرقيب فتح مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة الموقعة عدن بحث أنشطة الهلال في اليمن وما سيتم تنفيذه من مشاريع غاثية وإنسانية خلال المرحلة المقبلة في عدد من المحافظات وناقش فتح مع ممثل الهيئة تفسير العنشطة لتشمل كافة المحافظات واستمرار دعم مناطق الساحل الغربي والمتطلبات الإغاثية والمشاريع العيلة لمحافظة المهرة وتم الاتفاق على تسكيل لجنة تنسيق مشتركة بين اللجنة العليا الإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي لتنسيق الأعمال الميدانية ودرسة المشاريع الإغاثية المختلفة التي سيتم تنفيذها مستقبلا كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين في كافة المشاريع التي سيتم تنفيذها والاجتماع شهريا لتنسيق ما تم تنفيذه وما سيتم خلال المراحل المقبلة واشتراك منظمات المجتمع المدني في هذه الأنشطة وبدوره أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي سعيد آل علي مواصلة الهلال تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لليمن في مختلف المجالات حضر اللقاء المنسق العام لللقنة العليا للأغاثة جمال بلفقي المكتب الفني لللقنة إلى أجل غير مسمى وأوضحت اللقنة أن القرار جاء بناء على طلب اتحاد الغرفة التجارية ونتحقيق هدف تسحيل توريد السلع الأساسية وتعزيز المخزون منها في جميع المحافظات وعادته إلى المستوى الطبيعي وأكدت استمدار تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية لتجار السلع الأساسية عبر البنك المركزي اليمني في عدن والمتمثل في خدمة المصارف بالسعر المحدد والمعلن عنه من البنك وخدمة الاعتمادات المستندية وبحسب نتائج اجتماع رئيس الوزراء واللقنة الاقتصادية بقيادة القرفة التجارية والتجار في كل من عدن وحضر موت والذي عقد الخميس الماضي سيتمه منعشة الآلية المشار إليها أعلاه والمقرر تعليق العمل بها بموجب هذا البلاغ وتطويرها وتحديد موعد تشيين العمل في ورشة العمل التي سيتم تحديد موعدها في إطار التنسيق بين اللقنة والتحاد الغرف التجارية كشف المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيدة الجابر عن سلسلة المشروعات الكبرى التي تتولاها المملكة في اليمن في إطار عملية عادة الإعمار ومشروعات البرنامج السعودي لعادة الإعمار في كل أنحاء اليمن حيث أسدل ستار عن معلومات جديدة لمخطط مشروع مطار بأرب الذي يساهم في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وقال الجابر خلال القائمة تتهو قناة العربية عن إنشاء مطار مأرب وسط اليمن في مأرب التاريخية سعود تنمية العمار أحد المبادرات الاستراتيجية المملكة العربية السعودية وجه في سيدي خادم الحرمين الشريفين والعهد الأمين كأحد المشاريع الداعمة للدولة الداعمة للشعب اليمني وهي سلسلة من المشروعات سلسلة من الدعم الاستراتيجي لليمن هذا بدأ من سنوات عقود طويلة لعلها واضحة جدا في دعم العملية السياسية منذ 2012 وصول 2014 حتى انقلبة الميليشيات مطار مأرب التي تحدثت عنها سيدتي هو مطار في وسط اليمن مأرب منطقة تاريخية منطقة فيها الحضارة العربية وأيضا بحاجة إلى الوصول سواء داخل اليمن أو إلى الإقليم المطار سيكون هو محلي وإقليمي يعني يصل إلى مناطق أخرى من اليمن وإلى الدول الإقليمية نعم سيكون محلي وإقليمي سيتسع لقرابة قدرة استيعابية 2 مليون مسافر سنويا و3 رحلات في نفس الوقت بالنسبة للمطار و15 ألف راكب بالنسبة للمطار سيوفر تقريبا 5 ألاف وظيفة مباشرة وقرابة 10 ألاف وظائف غير مباشرة خلال عملية التشهيد والبناء بالإضافة إلى توفير الوظائف وفرص استثمارية كبيرة حول المطار إضافة إلى ألف وظيفة لعملية التشغيل والمطار الحقيقة صمم من قبل شركة أمريكية قامت بتصميم مطارات دولية مثل شيكاغو أيضا في المملكة العربية السعودية مطار جيزان وأبهى وعلى أعلى المستويات سيوفر فيه كل أجزة التشغيل أجزة التحكم أجزة الملاحة وأجزة أيضا الأمن وسيكون هناك أيضا محطة استقبال الركاب من أفضل محطات الركاب التي ستكون في الإقليم وهي بهدف تنشيط الحركة التنموية والحركة الاقتصادية سينعيش بلك المنطقة بشكل كبير لماذا اخترتم المأرب تحديدا ذكرت بأنها منطقة سياحية فيها أثار سياحية لحضارات قديمة وسد مأرب التاريخي أيضا الذي طبعا كلنا قرأنا عنه لماذا اخترت محطة؟ حقيقة لحنا على تواصل دائم مع الحكومة اليمنية مع فخامة الرئيس والحكومة اليمنية حول كيف يمكن أن نقدم الدعم التنموي والعماري لليمن ومن ضمن المخترحات هو إنشاء مطار في مأرب مخترح من الحكومة اليمنية والحقيقة المحافظة أو المنطقة التي تحتاج إلى مطار عمليا دراسة الموقع العام هي مأرب تبعد عن صانعة تقريبا 200 كيلو وعن أقرى مطار آخر سيون 300 إلى 350 كيلو إضافة إلى منطقة الجوف رح يغطي منطقة الجوف منطقة محضر موت ومنطقة شبوة وأجزاء من صانعة وعمران قالت مصادر عسكرية إن غوات الجيش اقتربت من السيدرة على يامعة الحديدة وسط معارك مع مليشة الحوث الإنقلابية المدعوة من إيران وقال المصدر إن معارك داريان دلعات في الأحياء الشرقية من مدينة الحديدة التي تتوغل فيها المقاومة المشتركة لتحريرها ولفتت المصادر لأن ألوية العمال قد تمكنت من تطويق الجهات الغريبة والجنوبية والاغتراب من البوابة الرئيسية الشرقية للجامعة وتمشيط واسع الجوب الميليشيا على خط الكورنيش غرب المدينة وضحت أن الميليشيا الحوثية تراجعت إلى وسط منازل المدنيين في حي الربصة كما نشرت المدفعية والقناصة في محيط مستشفى الثورة العام ذكرت المصادر أن المقاومة الوطنية بإسناد الواء الأول عمالقة ومشاركة الأباطشي التابعة للتحالف وجهت ضربات موجعة للميليشيا المنتشرة في محيط ووسط قيادة المنطقة العسكرية الخامسة ومعسكر الدفاع الجوي وكبدتها العشرات من الغتلى والجرحة كما لجأت الميليشيا لنصب العديد من المدفعية في حي 7 يوليو وتشن منها قصفا مكثفا على القوات المتقدمة نحو وسط المدينة استشهد أربعة أطفال وجرح ستة آخرون جراء قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على المناطق السكنية في مدينة التحيطة وحيس بمحافظة الحديدة وذكرت مصادر طبية أن الميليشيا الحوثية أطلقت قذائف عشوائية على المناطق السكنية أدت إلى استشهاد وجرح الأطفال مشيرة إلى أن المستشفيات الميدانية التابعة للجيش الوطني في مدينة الخوخة والتحيطة استقبلت جثامين الشهداء وقدمت الإصعافات اللازمة أهل المصابين إلى ذلك تبكر الجيش الوطني من تأمين مصنع العلبان يماني بمحافظة الحديدة وأفسح المجال للفرق الهندسية العسكرية للتعامل مع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعت الميليشيا الحوثية الإنقلابية بكثافة في المنشأة وذكرت مصادر عسكرية بأن الفرق الهندسية استطعت تفكيك شبكات ألغام إضافية عثر عليها في شارع صنعاء وكانت مزرعة في الطريق ذاته قامت ألوية العمالغة تابعة الجيش الوطني بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من البواقع التي كانت تتواجد فيها الميليشيا بمدينة الحديدة بعد العثور عليها في الطرقات الرئيسية ودوار المطار والتي تم زراعتها بأشكال متروعة وبمقسمات قريبة من الصخور والرمال ويأتي هذا بالتزامن مع تقدم كبير للجيش الوطني في عدة شوارع وأحياء بمدينة الحديدة وسط معارك عنيفة تخضها ضد الميليشيا الانقلابية سيطرت قوات الجيش الوطني على مواع جديدة في جبهة الازهور بمحور رازح شمال محافظة صعدة وأكد مصدر الميداني في الواء السابع حرس حدود أن قوات الواء أحكمت السيطرة على قرية المقران وتبت الواكفة على جبل الازهور الاستراتيجي واضح المصدر أن تحرير القرية جاءترى هجوم من مباغت شنته قوات الجيش الوطني على مواقع تمركز الميليشيا والتي كانت تستعد لتسلل باتجاه مواقع محررة وفاد المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة وعشرين حوثيا وجرح آخرين علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها لفتن إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها وسط معارك مشتعلة وكانت قوات الجيش الوطني حررت خلال الأيام الماضية قرى معتق وغريب والثاهر وامثهرة وامثلث شعيب وظهر الجمل والشورت في الجبهة ذاتها سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة موريس بدمت بالضالة على حصن الحقب التاريخي جنوب المدينة في مدرية دمت وحققت انتصارات غير مسبوقة على الميليشيا الإيرانية الإرهابية وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحة وتدمير الطقمين من التعزيزات إلى دمت بعد فرار وقتل من كان معهم مع بدء تغاقر تلك العناصر الأمر الذي دفع بالميليشيا الحوثية الفارسية بالاستهداف السكان المدنيين في مناطق الحقب والعرفاف والمناطق الميورة والمحيطة بمدينة دمت دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة حجة وقالت مصادر محلية أن المعارك تركزت في مديرية مستبع استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة رفقها ضربات جوية لمقاتلات التحالف وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحة من مسلح الحوثي إضافة إلى أسر سبعة من الأفراد الحوثيين لقي عدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط وذكر مصدر الميداني أن مواجهات أسفرت عن مصرع واحد وعشرين من المليشيا الحوثية الإيرانية بينهم خمسة قيادات إضافة إلى أسر عدد آخر من عناصرها وهم أبو الأشتر العفاد مشرف ما تسمى العمليات الخاصة للمليشيا في البيضاء وأبو مالك حيدرة مشرف محور ناطع وأبو غانم الخدروش مشرف المليشيا في قيفة وأبو منيف المغربي قائد مربع جبل جير الاستراتيجي وأبو الحسنين مشرف الهندسة في ناطع انتهت النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة